اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني كل اللي نفسك فيه هتلاقيه عندنا وكارة الصياد بتقدم مشوات وأسماك من أجوة الأنواع اللحوم ومن أجوة الأنواع الأسماك احنا أصلا اسكندرانية وربنا كرمنا وبأمر الرحمن بنقدم أحلى أكل عندنا إن شاء الله إن شاء الله بس قبل كل حاجة بهاي الشيف عايزين نعرف إيه سبب دخولك من الشيف والموضوع بيحتاج لدراسة ولا مهابة أكتر والله ربنا كرمنا اللهم لك الحمد أنا بداية كنت في إحدى فنادق كبيرة في اسكندرية تمام وبعد كده كنت ستيور وبعد كده ربنا كرمني وروحت إحدى مطعمي كبيرة جدا اشتغلت فيها أكثر من عشر سنين بعد كده رحت برضه مطعم كبير جدا في اسكندرية وبعد كده جات عاملات أدرجية حبيت المهنة كمهنة حب لأن المهنة كلها فن ومهنة كلها جميلة وكلها يعني حاجة تحب اللي تتعمليها يعني الموضوع يعتمر عنه يكون موهبة أكتر أوه موهبة طبعا ولا الاتنين مع بعض لأ بتبقى الموهبة ودراسة مع بعض الاتنين بيكملوا بعض بس هم حاجة أنت تحبيها تحبي حاجة أي حاجة بتحبيها ربنا بيكرمك فيها أكيد طبعا عارفنا فيه فضالي فان عزينا كبار تشرح لنا كده الأكلات الجميلة والله إحنا اللي عملك الحمد مشهورين عندنا في المطعم بالبط المحشي والبط بسوس البرطقان ومشهورين جدا بحاجة اسمها طبعا اليوم عندنا بنقدم فيها بط وحمام وكفتان لا حاجة حاجة كده يشيف بقى اتفضل يا حاجة حاجة كده عايزين نعرف طبعا الحمام الأول وهتشرح لنا وصفيته الجميلة الحلوة دي عايزة أقول لكم يا جماعة بجد ريحة الأكل لألف الدنيا هنا بجد أنا مش قادر أسلم شادر لما السادة المشارين كمان ييجي ينورونا في المطعم طبعا يا جماعة خليت السيادة في 6 أكتوبر من أكبر أماكن اللهم لك الحمد في أكتوبر والله هم لك الحمد بنجهزوا المكان تاني في أكتوبر ونجهزوا المكان إن شاء الله في اسكندريا يبقى مكان كبير بأمر الرحمن إن شاء الله اشرح لنا بقى طريقة عمل الحمام كده وطريقة كل أكل والله إحنا عندنا البط المحشي ده بط بلدي بط نمرة واحد عندنا طبعا بيتغسل كويس بالملح والدهي والنعناع ويتنعفو مية بالنعناع آه بالنعناع عشان يدي نيحة بتاعتها عشان يضيع نيحة الزفارة لأ حاجة أول مرة نعرفها بصراحة نعناع حضرتك إحنا كل الشغل بتاعنا ببساطة وشغل جميل جدا طبعا الحاجات إحنا مشهورين بها الحمد لله بأمين لو زورته صفحتنا هتلاقي فيها عروض وحاجات جدير جدا مشهورين بالبط جدا عشان طبعا بيروح منه الزفارة بتخصوله كويس جدا بالضيئ وبتخصوله بالنعناع وبعد كيف تنعفو مية ساعة بعد كيف تنعفو مالح تاني كله عشان ضيع ريحة الزفارة الزفارة يوصل للزيون لأحلى منتج يأكله البط على فكرة من الحاجات اللي هي صعبة أو إن حد يكون عن أي حد يعني البط بالذات لازم يعني ليه معاملة خاصة ما دي بقى الموهبة إن شاء الله يعني حركة ترميتيجي وبدو إيها وتشرفينا لا دا احنا عندوها هنا كمان لا لا إن شاء الله تحت أمرك يا فن تحت أمرك ربنا يا خليك يا جيف بنقدم البط بنقدم فيه طبق اسمه طبق اليوم عندنا بنقدمه أغلب الأقوات اللي هو بيبقى فيه فردة حمام محش رزة أو فريك وبينزم معها رز وبينزم معها ربع بطايا وبينزم معها قفتة دي وجبة بتبقى طبق دي وجبة آه وجبة في طبق متكامل وجبة ممتازة جدا دي الله ومالك الحمد احنا مشروب بيها ومميزين بيها وده حصري من عندنا بس مش بعمل في أي مطعم تاني على مستوى مصر الحمد لله رب العمين يا لهم ما شاء الله آه الحمد لله رب العمين طيب اشرح لنا في عملت الحمام الزي ودي أول حاجة يعني فرد الحم برضو نفس الطريقة عشان الزفارة ملح ونعناع ودي بتناع برضو فيه وبيتغسل غسلة كويسة وبعد كده بنطلعوه بنطلعوه بعد كده بيديم بقى عاملين بصلة وبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشطة ده كلها بالمعايير يعني حاجة بسيطة لو أنت بتعملي جزين حمام أو فرد حمام حسب الكميلة حسب الكميلة بتعبليها وبتفتحي الحمامة وبتتبليها من جوة البصل برضو عشان التدبيلة لازم تشرب منها وتسبيه تلت ساعة أو نص ساعة يعني قبل ما حط الخلطة بتاعته الرزق أو الفريق بنقعوه البصل بنتنقعي في البصل وزهر منطحتك البعارات بحيث الفرد الحمام يشرب التدبيلة بتاعت الحمام التدبيلة اللي أنا عاملين وبعد كده بنجيبه الرز أو فريق حسب الطلب اللي أنت عايزها وبتسويه وبعلي كده بتحشيها ده بالنسبة للفرد الحمام بالنسبة بط زي ما قلت لحضرتك وعندنا احنا طبعا موضوع الرز البسماتي برضو مشهورين بي جدا حاجة برضو من أجول أنواع الرزة عندنا برضو البسماتي والكوف طبعا مشهورين بيها برضو عندنا لا احنا عايزين كل حاجة كده تشرح لنا طريقة يعني ما تكروتناش كده يشيب بقى هتزين كل حاجة كده بطريقة لا تحت أمر كفندي الكوفتة بقى شرح لنا كده الكوفتة بتاعتنا ازاي بص كوفتة ديت يعني الكوفتة فيه منتجات كتير جدا في السلو بس احنا بديتخصص بحاجتنا ان احنا اصلا لحمد الله ملكا الحمد لحمنا بلدي مية مية انا كنت لسه اسألك بقى دي لحم مستوردة لا لا لحم الله ملكا الحمد بلدي مية مية بفقاش اي كلمة عندكم مزارة يشيف ولا دي بتبقى لا احنا بنحبش ونحن عندنا مزارة احنا خلينا بس الصراحة احنا شغالي مع اجود الناس في اللحوم في اسكندرية احنا نعصات اسكندرانية اه احسن ناس اه ربنا خليك يا رب وجينا بقى حبينا اللي احنا يعني كان زبائين كتير جدا والمشاهدين كانوا بينزولنا اسكندرية عشان يضعوا الاكل بتاعنا لا احنا حبينا اه معروف الاكل اسكندراني اه حبينا اللي احنا نجله من حد هنا القاهرة بحيس اللي ايه ما نتعيبش حد بس بالنسبة للكفتة ديات بيتضف عندنا بيبقى فيها ضاني وبتبقى فيها شنبري شنبري اللي هو ايه بقى اللي هو شنبري اللي هم في القاهرة هنا بيسموه كاندوز اه اه ده الشنبري احنا عندنا في اسكندرية تمام وبتله التلاتة انواع دول بيخش في موضوع كفتة لكن ما بيتحطش مثلا بصل لا البصل كمية خفيفة جدا حاجة بسيطة اه البصل كمية خفيفة جدا وكل ده بينزي بمفرمة وبعد كده بتاخد وشين في الماكنة وبتطلع الكفتة كده ما بتدفش بقى عليها اي حاجات زي التانية اللي بيتكلموا عليها والكلام ده اللحمة عندنا صافي وبعدين انت اصلا كده كده اللحمة دي عندك انت بتفصلي شغل معين بتطلع ايك يا باب دوني بتطلع ايك يا باب بتهله من اي نوع اللحمة ولا نوع معين مخصوص للكفتة لا هو الكفتة اللي انت بتديه في جموسي الجموسي اللي بيبقى من الفاخدة اه البيئة ده كله بقى بيبقى الشغل بقى بيبقى اجزاء من البتيلو اجزاء من الضاني اجزاء من الشمبري التلاث انواع دول بيضاف عليهم اللي احنا هنا عليك الجموسي وفيه مطاعم تانية بتديه في الجملي اللحمة الجملي طيب عايزين بقى نعرف سر ان هي تبقى متماسكة ما تفقش مننا او برضو ما تكشش يعني فيه ساعات كتير بتحصل معنا ان احنا نعمل كفتة تكش وان هي تبقى يعني تبقى مفرولة ما تنسكش بص اسم تقول عملية اللي هي بتكش دي بتبقى اللحمة فيها قليلة لان كل ما الحاجة تكش بتبقى حضرك بتبقى فيها دم كتير اللي هو ايه اللي هو بيبقى فيها حاجات فيها سمين يامة دي كلها بتسقط من النار يعني بتبقى فيها دهون زيادة بيبقى فيها دهون كلها كده ايه اه بتنزي دي اللي بتخلي الكفتة حضرك بال يعني بتقل وبكش ايه اما مدورة في حولها دي مفروض انت بعد ما تفرميها تخليها تريح ساعة في التلاج تمام عشان تابع عمية التماسك وبعين كمان في حاجة تانية برضو المشاهدين ساعات بياخدوش بالهم منهم اللي هو مفروض يعصر البصلة وهو بيبشرها يعصرها وياخد التفل فيه اه تفل بتاعها بس هو ده اللي يتحط عليه جميلة البصلة ما تزيدش تمام عشان برضو سبب من اسباب اللي هي كفتة برضو تسقط تمام وبتفل ان احنا نعملها على الشواية العادية خالص اللي هي بتاع الفحم من الشواية الكهرباء ولا لأ طبعا بيبقى الفحم عشان الفحم بقى ليه نكع كويس لا نوصد ساعات الشواية الكهرباء بتخليها ناشفة كده بتخليها مش مش طرية الكفتة مش طرية بتخليها ناشفة شوية لا سبب يعني لا فيه فرق بين الشوايا القهربة وفيه الفحم اللي أعلى عليه يبقى الكوالات بتاعها أعلى وبتبقى رحيتها كويسة غير الكهرباء الكهرباء يبتنشفها اه ده فعلا ده بيحصل اه الفورد الكهرباء بينشفها بينشف طيب مايش الأكلة التانية ايه؟ الأكلة التانية كلهم بنكنهم عن موضوع الأسماك كله طب احنا بيجيب السمك الله وملك الحمد عربياتنا طزب طزم إسكندرية وبنقدم أنواع أجوات برضو السنجاري كالبوري والأروس والوقار 111 الكابوريا طبعا شغل كله إسكندراني في إسكندرية إسكندرية معروفة بالأسماك طبعا اه ربنا باركك يا رب وبنقدم طبعا الكابوريا اللي أقول عليها الكابوريا المخلية وبنقدم التواجن وبنقدم المكرة السفود والشربة السفود حاجة مشروعين بيها جدا برضو الحمد لله رب العالمين السمك بيفري بحضلك إنت لو أنت بتجيبيه وبيقعد عندك يوم واحد بس يغير أم أنت يلا هو ملك الحمد العرباتنا كل يوم من إسكندرية لعندنا الحمد لله رب العمين وإحنا إن شاء الله بنجهز لفرعة تانية في أكتوبر إن شاء الله برضو إن شاء الله بتبقى إن شاء الله وكمان إحنا بنوزع كمان للناس هنا بيجيبونا العربيات بنوزع الناس عندنا من من أسماكنا إحنا في إسكندرية بتنصح إيه بقى بكل ست بتشتدي السمك؟ يعني تعرفوا إزي طازة؟ من سمك بيت أو هي بتبطح الخرشيم كده لو الخرشيم مش لونها لو الأحمر الفاتح ده شوية تبقى السمك دي على طول بيت بيتة لكن الحمرها تبقى والعين بتاعتها بتلمع أو بتبقى لسا طازة مع العين مع الخرشيم الخرشيم لازل تبقى فتحة غير كده بقى السمكة بيتة على طول تماماً هدوكم عرفتوه الأكل اللي بعدها؟ موضوع البط بقى زي ما إحنا قلنا اللي هو بنحط حلة وبعد كده مية بعد كده أولاً لوري حبان نستيكى كل ده في قلب حلة المية تغلي بعد كده من سقط البطارة بعد ما قلتك إحنا غسلناها كويس مية وضيق والخل ونعناها نعناها كويس قاعدة نصف ساعة أو ساعة لرب وبعد كده بنشفوها من مية وبعد كده بنزلوها حلة الشربة بتفضل تغلي ساعة تي بعد ما تدحشي بعد ما بتحشيها بالخلطة بتاعتها الرز أو أي ممكن لا بنعشيها بعد بتاخد 90% من السوى آه بتاخد 90% من السوى بعد كده بنموحنا حضرينه الرز بتاعنا رز بالكبد والففل الألوان وكده وبعد كده بنعشوه بعد كده بندخلوها الفرن بتكمل من نص ساعة بساعة لربع برضو بتكميلة التسوية بتاعي في الشربة برضو لا مش في الشربة في الفرن بس آه بنشلوها بعد كده وبندخلوها الفرن أنت تعرف يا شيف بقى أنت فعلاً يعني خدت بالي دلوقتي من اللي حضرتك بتقوله لما بنشلوها وهي محشية بتحس إن الرز أو الخلطة فيها بزي المسلوقة بتبقى خلاص ومنفعش يا فندم لإن حضرتك البط بياخد سوى زيادة البط صح حضرت بياخد سوى زيادة منفعش أنت تحشيها زي فرد الحمام لأن الحمام بياخدش سوى أنت لازم هنا بتسوي 90% من السوى وبعد كده بتدري تأشيه بعد كده بتدخليه فرن تتدي صحة كده بحيش برضو الرز يشرب من البطاية وكله في تستببعض اللي أنت حابة بعتعمليه سوس برطقان برضو بتعصير برطقان أخذت برحضك وبتسوي بيها فعلاً بالفرن وهي محشية طب ما تتقطعش لا بنقطعها لا لا ما تتقطعش وإحنا بنحشيها يعني لشان هي تسلقات خلاص ولا لا لا ما نقولك 90% سوى يعني هي 90% مش هتبقى مسلوعة برضو يعني إحنا برضو عشان عايزين نعرف المشاهدين أو نعلمهم إزاين هم يعشوها يعني هي دلوقتي تسلقات خلاص 90% يعني نعتبر أنها مشوية مسلوعة طب وإحنا بنحشيها بقى ما تتفرتكش مننا مثلاً تتقطع لا لا ما نقوله حالك هي بتطلعيها من الحلة نقصة مثلاً سوى 10% وانتسبعة تبرد يعني شوية لا عادي 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 وانت بتبحثرة على الحشو خارجي وبعد كيها بتحشيها وبعد كيها بتدخليها السطوار وبعد دخليها الفرن تاني تمام بتقعد مثلاً من نص ساعة زي ما قلت وحيدك تاني بحيث اللي بتشرب من الرز اللي الرز انت بتعمليه بقى بالكبد والففل الألوان سمنا بلدي أو زياد حالحة سمنا أنت عايزة بقى كيها بتحشي بالبطط تمام حلو طيب ايه تاني معنا الأكلة دي ايه لا لا دي دي على ال دي براخ ولا لا طبق اليوم ده بط ده برضو آه بطم أطم طبق اليوم اللي احنا مشهورين به آه آه اللي احنا منطلع ربع بطايا مع فردة حمام مع رز مع كفتة وده في طبق واحد حلو أول ده مشهور عندنا وإحنا متميزين به دي أكتر 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 مشهور عن لكم آه آه واللهما لك الحمد اللهم لك الحمد بيش أي مطعم بيعملها غير نحنا الحمد لله اللي هي الثلاث الثلاث أصناف دول مع بعض ودي أكتر أكلة الجمهور المقبل عليها يا شيف يعني أكتر أكلة بتطلب عندكم ولا في أكلات كده معروفة أن العميل بيخش يطلب حاجة معينة لا عندنا شربة الكوارع شربة جميلة جدا شربة الكوارع برضو مشهورين بيها آه انتو بقى مش مشويات بس لا لا أهبو تواجن عندنا عينب بالريش وعينب بالكوارع عندنا تواجن صدوق اسكندراني نحن عايزينك تقول لنا بقى المينيو علشان نبقى كده رايحينوا نجهزين نفسنا نحن هنقول لا لا إن شاء الله بقولك كل اللي يسك فيه عندنا عتلاية ما شاء الله لا أهبو برضو وضح لنا تلاتي برضو علشان اللي عايز يروح يبقى نجهز نفسه كده يعني عندنا من أول التواجن من تواجن الخضار تواجن البامية تواجن البطاطس تواجن العكاوي آآ تواجن عنب بالكوارع عنب بالريش الايه؟ دي بتبقى رياش وبتدخليها رسط وبالبصل والطماطم والفلفل وبتدخليها وبعد كده بتنزلي بورقة العرب معاها استوهم مع بعض بكابة الطجني ده حلو قوي آآ ده ممتاز جداً برضو لأ المرة جيت جيبهنا معاك هناشي لا لا إن شاء الله إن شاء الله احنا هروح كلنا يا جامعة معايا لا إن شاء الله ده المشاهدين كلهم يشرفونا في المطعم ربنا خليك يا شيف ربنا خليك ومشون برضو شربة الكوارع شربة الكريمة شربة طماطم طيب شربة الكوارع باي شيف لإن فيه ناس بصراحة خصوصاً الجيل اللي إحنا فيه دلوقتي ملوش في الجو الكوارع ده خالص عايتين برضو تقول طريقة حلوة تخلي الشباب الجديد داي إنه ما يحب الطعم أو بوسوا شربة الكوارع مش أي حد بيشرفوه طبعاً خلينا صورة حكلنا مع بعض آآ لأن تعالى لها ناس معينة بس أنا لو قلتلك على الطريقة دي الناس كلها هتقبل عليها إن شاء الله طيب قول بقى وإحنا بنجيبوا فرد الكوارع بنقطعوه ست قطع عند الجزار يخلي قطعه هن وبعد كده بنجيبه حالة برضو وميا نغلوها وبعد كده نسقطوا فيها الكوارع تستوي خالص بعد كده بنطلعوها ونقطعوها نقطعوها حيات زغارة كده هات آآ يعني بنخليها من العدم خالص وبعد كده نقطع آآ بنخليها من العدم خالص كده هيستوت لازم العدد بيستيقوا معها عشان ننزل ايه الشربة نستفادوا منها بتبقى تستعقى أعلى اكيدا بعد كده حياتك احنا بنطلعوها من الحلة بلقى الطواحلة الزغيرة وبنرجعوها في شربتها تامي بنصفوها وبنرجعوها في شربتها تامي تمام بعد كده بنعمله تواصل فيها سامنا بلدي وبعد كده بنزله بالطوم كمون شطة ملح في الفلسوت ويده برضو حسب كمية اللي احنا بنعملها وخليها على النار كلهم وبعد كده تشيها بخل هي السر هنا بقى الكمون والخل مابيش اي حد ست بيت بيعملها بالكمون والخل قليل اول لو حد بقى من بتوع زمان بقى امهاتنا بقى ربنا اديهم السحة اه ام اللي كانوا عاملوا حتى اما الكمون والخل ده تبقى حاجة انا بقول لصد المشاهدين لو اي حد ده شربتك وارع بنفس المقديل بقولك علي دي عايحبها خالص نجربوها لا ان شاء الله احنا نجرب عملك كل حاجة يشيط اه ان شاء الله انا بقولك حاجة التواجن واي حاجة عندنا اي حد السادة مشاهدين بيحلم بيعلها عند الصياد الحمد لله رب العالمين ان شاء الله طبعا قريت الصياد معروفة غنيعني الحمد لله رب العالمين قولينا شي بقى في المخرج بيقولي بقى في الاربيز عايز طريقة عمل السمك اللي هي اكتر اكتر نوع من انواع السمك مشهور بسكندرين اه او السنجاري 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 كان بوري بيكون اروس هيكون وقار طبعا السمكة بتبتح نكون احنا محضرين التدبيلة بتاعتنا اللي طبعا تدبيعة بتاعتنا الاسكندراني بتبقى مستردة مش اي حد بيحطه مستردة في القهيرة يعني بيكوطرهاش او بيحبهاش وما شغل القهيرة هنا مشغل اسكندرية عندنا كامون وشطة والطوم دول اساسي وقصبرة وطبعا في الألوان كلها بتدرب في الخلاط مع كراس وبعد كده بتحطه مستردة برضه حسب الكلمة وحسب الكلمة احنا بنعملوها وكده بتدرب في الخلاط بيطلع التدبيلة نعمة طبعا احنا نكون لها السمكة بنفتحوها كده ونحطها في الصق وبعد كده بنحط عليها اللي احنا ضربنا في الخلاط ده اللي هي التدبيلة بتاعتنا اللي هي شغل اسكندراني التاني وبعد كده بيخش الفورن في الألوان وبعد كده بيطلع دي بتبقى جميلة جدا دي مشهورون بيقى في اسكندرية هي طبعا مشهور بيت الجنباري لا قولي بص انا عايزيك كل حاجة تذكره تقولي بتتعملي ازاي ماشي احنا كده السنجاري بيطلعية برضو ان شاء الله ان شاء الله الحلقة جاي بقى نعمله مطبخ اكبر من كده شوية وان شاء الله وان شاء الله نبقوا نيجو بالاستاب بتاعنا كله ان شاء الله الرحمن ان شاء الله احنا شوبت الجنباري بقى بنجيب الجنباري بنضافه بنشيل الظهر بتاعه بنكون محضرين بصل وطماطم وفلفل في طوصة وزين السيت زاتون او زيت عادي لو احنا حابين وبعد كده بيحطوا التدبيلة بتاعاتنا اللي احنا قلناها برضو نفس التدبيلة التانية بس مع عدم مسترد سنة كمون شطة ملح جنزبيل قراص اخوة ده بيتحط في التاصق وبيتقلب كل واحدة خمسين في المهم التاليب بننزل بالجنباري بعد ما نكونوا ايه فاتحين ظهروا من خط الرابل بتاعه وبننزلوا فيه بعد كده بنفضلوا نقلبوا كده حواليا الجنباري عارف ان هو ما بيخدش بادي الجنباري بيخدش حاجة الجنباري اه مبرد ما لنه بيغير للورا نشي كده خالص وستاوه اه حاجة لازاز بقى نمرة واحد دي لا والله انت جواحتي اه والله جواحتيني بجد اه واي حد جاي 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 مطعم على طول طب ان انا بقى دخلين على شهر رمضان وليه اكلات معينة او اكلات بتبقى خاصة كده بشهر رمضان المينيون اللي مجاهز اكلات خاصة كلنا بنعيش في كل حاجة بس يعني فيه اكلات مميزة ناصد مميزة مش اصد ان هي خاصة يعني انا مميزة انا نفسي يحب كل حاجة في رمضان كلنا والله يشيف كلنا بنعيش في شهر رمضان بس انا ناكل كله بيبقى قدامي اه لكن ما فيش مينيون معين كده مجهزوا لشهر رمضان لا احنا اللهم لك الحمد برضو بنتشارب حاجة في القاهرة وقدت انا شعرين مع معلمين كبار اللهم لك الحمد في اسكندرية يعني وبديل بيقوم بالفضل كله يعني الناس اللي اللي اشتغلت معها وناص ربوني يعني اللهم لك الحمد اه ما عندناش حاجة اسمها مينيون محدد في رمضان حتى في القاهرة يشتغلوا مينيون محدد اه انا مينيون بتاعي كله مفتوح يعني انت لو بتخش كده مثلا حلمتي بالليل كده عايزة تاكل حاجة تروح المطعم بكرة تلاقيه بتبقى شغالين برضو فترة معينة في رمضان ولا لا شغالا ورمضان بنفتح بالساعة 12 لحد الساعة 10 بالليل اه لا يعني اوصد فترة الفطار بس ولا ممكن تكمل الصحور لا لا بنكمله صحور عادي الصحور عادي فيه ناس بتيجي تصحر عندك اه اه بس بنقدم احنا برضو لأكل بتاعنا فيه ما اللي بيبقى جايب متأخر او كده بيجي بيقى ياكل عادي يفتر بس بيفتر متأخر شوي بس بيبقى شغال عادي يعني خالص لحد الصحور شغالي 24 ساعة الحمد لله بالعمل مطعم عندنا 24 ساعة كويس اوي لان فعلا فيه ناس بيطبقى على صفر او حاجة فيه ناس على صفر بيجينا اللي بيخش الساعة 10 11 12 بيلاي اي حاجة شغالة كويس اوي اللهم لك الحمد مكاننا كبير جدا وعندنا اسطاف عالي جدا ومجموعة العمل اللي انا شغال معها طبعا اي ناس شغالة معها كويس هم دوا السر للنجاح بتاك فالي العمل لازم كلها منكمل بعض لان اللهم لك الحمد هو لان اللهم لك الحمد مليه السعف تموح ان شاء الله احنا عايزين اعملوا فرق كبير جدا في اسكدرية برضو نازلين ان شاء الله وفي الساحل ان شاء الله الصيف اللي جاي عشان برضو المصايفين بتوقعنا بتاك اكتوبر لما يروح الساحل يلاقونا ان شاء الله ان شاء الله يجيب شوف كرية السياد بعد فترة هتكون ايه كونوصلت لي فين ما انا بقولك لسه ايه اللي جواتي الطموحات ملازها سعف ملازها ان شاء الله شوفت سؤالي بقى كان ليه اجابة ازاي شوفت بقى الغراج ملازها لا لا ان شاء الله ان شاء الله منا لان اarias 코로나 انا قلت احيطك التموحات ملازها اكيد طبعا اه يحنا ربنا ربنا بكلنا ان شاء الله وكله بتقفير ب ربنا تقفير طبعا ونعم يا يbliي للحمد لله اه الاسماك باشي في شهر رمضان بتقل الطلب عليا بيقل اه اول عشرة ايام بس فيه بيجيلي اول يوم لان فيه ناس ما بتحبش اللحوم او بتحبش الطيور او 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 اه بس هيه الاسماك يعني ندر اول لما حد يقولها في رمضان لاني اصل بتعطش ده اول عشر تيام اه بعد كده تكون بقى المادة خدت على الاكل اه اه بعد اول عشر تيام يعني احنا مثلا فيه مطعم جديد جدا بتقفل اول 3-4 تيام اول عشر تيام بتقفل وبعد كده بتبتع اما احنا برضو زي ما قلتلك عشان قدر السادة مشاهدين ما يحتروش ياكلوا ايه احنا شاقين من اول لون سمك الحمد لله ربا عجل اه حلو اه طب ايه بقى الشربة اللي حضرتك مميز فيها عندي شربة تشيب برضو دي اه دي حاجة الله ملك الحمد دي من حاجة يعني عنا العاملة برضو دي شربة تشيب دي تبقى حاجة برضو جميلة جدا مشهرون بيها برضو دي تبقى عبارة عن كبد الحمام برضو حاجة عالية جدا كبد الحمد دي برضو يعني صعب لما توفريها مم وبتبقى عليها عكاوي قطعة عكاوي وبتبقى فيها قطعة لحمة بتلو وفيها حمام وفيها فراخ وفيها مشروم وفيها غضر ستين كل ده بيبقى في شربة كل التدبيل زي شربة تشفوت بالضبط احجزها لي يا شيف احجزها لي يا شيف احجزها لي يا شيف لا لا ان شاء الله والله ملك الحمد برضو مش موجودة في اي مطعم انا بشكرك جدا ربنا خليك ده شرف لينا انا بجد احجزها لي يا شيف ربنا خليك يا رب مشاهدينا طبعا اكيد استفدتوا زي ما استفدت وان شاء الله هيكون معنا في حلقات تانية علشان يدينا معلومات اكتر واكتر وشاهدينا في كده تكون خلصت حلقاتنا شيفكم في الاسبال القادم ان شاء الله والى اللقاء اشتركوا في القناة